فلا يعني بأن مصادر المعلومات الإلكترونية هي غير معرضة للتدمير أو غير معرضة للتزوير أو غير معرضة للتخريب فلكل نوع من أنواع مصادر المعلومات له إيجابياته أو المكتبات لها إيجابياتها فواكرة تقليدية ولها سلبياتها وأيضاً الوسائط الإلكترونية أو المكتبات الإلكترونية أو المكتبات الإفتراضية أو المكتبات بدون جدران أو المكتبات المؤتمة لاحظي أنا بحكي عدة مسميات لأنه أيضاً المكتبات الإلكترونية مرقت في عدة مراحل يعني دكتور ريضال عم نتحدث دائماً مع الإيجابيات بيكون في تحديات ومن ضمن التحديات زي ما تفضلت قولت يعني سواء كمكتبة تقليدية أو كمكتبة رقمية ممكن يكون في تحديات وهذا دور يمكن الدول بشكل عام الحفاظ على هذه المكتبات وخاصة المكتبات الوطنية وإحنا عم نحكي يمكن ببيت للكل بيجمع أربع دول الأردن ومصر فلسطين والعراق وكلهم بيحتووا على مكتبات وطنية حدثنا عن دور المكتبات الوطنية بشكل عام في الأردن والتعاون ما بين هذه الدول للنهضة وللتنمية المستدامة اللي بتحققها إذن المكتبة الوطنية شكراً ستة الكريمة دائماً أقول بأن المكتبة الوطنية هي أم للمكتبات الأم تلم فكل المكتبات اللي حكيت عن أنواعها قبل شوية المفروض أنها تكون تحت مضلة المكتبة الوطنية فالمكتبة الوطنية سواء كانت في الأردن أو في أي دولة من دول العالم تعرف بأنها المكتبة التي تعنى بجمع وحفظ النتاج الفكر الوطني بغض النظر كانت وثائق كما حكيت قبل شوية أو كتب أو كافة أنواع مصادر المعلومات الأخرى فهي بمثابة دائرة الأحوال المدنية أنا أشبه المكتب الوطنية بدائرة الأحوال المدنية ليش؟ لأن المكتب أي مولود معرفي أي كتاب أي دورية يجب أن يكون لدى هذا المولود اسم عنوان ويجب أن يكون وصف لهذا المولود المعرفي ويجب أن يكون لهذا المولود المعرفي رقم وطني وأيضا يمكن الحصول على رقم معياري دولي هذا الرقم بمثابة جواز سفر يستطيع الكاتب أو المؤلف أن يتنقل وينقل هذا المولود المعرفي إلى أي دولة من دول العالم ويسوق ويثبت بأن المولود المعرفي هذا الكتاب هو مؤلفه والده على سبيل المثال هو المؤلف لكن المكتبات الوطنية دائما تساهم في عملية تطوير المكتبات على المستوى الوطني المكتبات الوطنية تصدر ما يسمى باسم الببلوغرافيا الوطنية وأشبه أنا الببلوغرافيا الوطنية بدفتر العائلة دفتر العائلة يحتوي على كل المواليد وكل الأبناء والبنات الموجود أيضا المكتب الوطني يجب أن تصدر سنويا ما يسمى باسم السجل الوطني للنتاج الفكري على سبيل المثال في عام 2023 طيب هنا يحضرني سؤال مهم جدا دكتور ندال يعني أهمية كمان الملكية الفكرية يعني أنا ككاتب عندي الحق بكتباتي وإنها تبقى مكتوبة باسمي وأنا صاحب الرواية صاحب البحث صاحب برائة اختراع مسجلة موجودة في المكتبة كل هذه يعني تخضع لي حقوق الملكية الفكرية أحيانا ممكن أن تسافر الأفكار إلى بلاد أخرى ويتمناها ناس آخرين ودون الاهتمام بالكاتب الأصلي هنا أيضا دور المكتبات في الحفاظ على الملكية الفكرية في كل دولة من دول العالم هناك هيئة فعلى سبيل المثال بيجوز في مصر الهيئة المصرية للملكية الفكرية في الأردن ما يميز المكتبة الوطنية الأردنية عن بعض المكتبات أو الغالبية العظمى من المكتبات الوطنية العالمية بأن المكتب الوطنية تقوم بثلاثة مهام رئيسية فهي عبارة عن أرشيف وطني وهي عبارة عن مكتبة وطنية وأيضا لديها مكتب اسمه مكتب حق المؤلف يعني بالحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة هذا يعني بأن هناك سكوك دولية هناك اتفاقيات موقعة وملتزمة بها هذه الدول سواء كان على المستوى العربي أو على المستوى العالمي فعلى سبيل المثال للحصر أمس كان عندنا اجتماع في الجامعة العربية للجنة الملكية الفكرية على مستوى الوطن العربي المكتبات الوطنية أو الهيئات التي تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة هي أعضاء في المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية هذا يعني بأن هناك جهات تعنى بالحفاظ على حق المؤلف والحقوق المجاورة لاحظوا ليش بحكي حق المؤلف والحقوق المجاورة هناك بعض المسلسلات على سبيل المثال بعض البرامج هناك حقوق للمنتج هناك حق على سبيل المثال للمهندس الصوت حق لمهندس الإضاءة لكاتب النص فهناك حقوق معنوية وهناك حقوق مادية